الهدف من الرحلة هو اظهار التاريخ المخفي للمرأة اليوبيليانية لان اليوبيليانة تقريبا مدينة تغيب فيها النساء لدي عمل بدوام كامل لكن هذه الرحلات اقولها بحب من كل قلبي اتذكر عندما اخبرت امي عن الفكرة وكانت وقتها معلمة تاريخ لأكثر من 35 عاما وعندما عرفت بها كانت متحمسة جدا وعلى الفور بدأت تقترح لي اسماء يمكنك ان تضمي هذه وتلك لان لدينا شعرات مثل ليلا نوفي نتحدث عنها خلال الرحلة وقليلا ما تذكر في المدارس الابتدائية لكنها معروفة كوحدة من افضل الشعراء في تاريخ سلوفينيا في سلوفينيا لدى النسويات سمعة سيئة وبحسب تجربتي فانه عندما يتعلق الامر بالجولات السياحية يخاف الناس من ان يأتوا الى جولة تدعى جولة نسوية العديد من المرات يقولون لي لا اصدق ذلك هل تقولين الصدق؟ وانا اقول نعم ويستطيع الشخص رؤيته في جولة سياحية هو تماثيل واثار وابنية ومع ذلك فمن المثير جدا عندما اقول تماثيل واثار لانه في الواقع يوجد نقص حد في تماثيل التذكارية التي خصصت للمرأة في تاريخ اليوبيليانا لن اقول ارقاما لان ذلك سر عليكم ان تأتوا لتروا لكنه رقم مثير للسخرية من صغري في جولتنا نذكر سياسيات وفنانات ومعمريات وعالمات وناشطات اجتماعية وموسيقيات او نساء تظاهرنا ضد الفاشية في الحرب العالمية الثانية وهذه هي القصص التي شكلت مجتمعنا الحالي وفي الوقت نفسه هؤلاء هن النساء اللواتل معنا امرأة مسنة دمعت عيناها قبل بدء الرحلة قالت انها تأثرت بان هذا يحدث لانه مهم جدا لها فامها كانت في جيش المقاومة اعتقد ان اجمل الاشياء التي تحدث عندما يقول للسياحة انهم لن ينظروا الى اليوبيليانا من نفس الطريقة التي كانوا يرونها من قبل هذا قول اشخاص من البلد اما الاجانب فيبدأون بالتفكير كيف سينظرون الى مدينتهم بالطريقة ذاتها في كثير من الاحيان يبعث لنا السائحون رسائل بعد الرحلة يقولون فيها انهم يريدون انشاء رحلات مشابهة في مدنهم احيانا اقابل اشخاص قاموا بالرحلة معا بعد اسابيع او اشهر فيتذكروني ويشكرونني ويقولون لي كيف تحدثوا عن الرحلة ومنهم من يعودوا للقيام بها الجدات يجلبن حفيدتهن اليها لانهم تأثرنا بالرحلة واعتقد ان هذا هو المهم بالامر والذي قد يصنع فارقا وحاول ان افعل شيئا صغيرا في العالم الذي اعيش فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر